السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عمل ايه? يا رب تكونوا بخير وسحة دايما يا رب. النهاردة بقى زي ما انتم شايفين كده من دمن التصليحات ومش كتير بتحصل. نادرة لما حد يجي يقول لي عايز الكبشو ده عايز يغيرو. الحود هنا عايز يغيرو. يعملو ايه? 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 هنعمل ايه? لحظين برضو ايه? لازم قبل ما نقول ازا كان هينفع ولا مش هينفع في الزند ده لما صاحب الحاجة ييجي. نشوف الاول الحود بتاعه قد ايه? يعني انا اول ما شفت البلوزة دي. قلت لها الحود واسع مش هينفع يتعمل نص الياءة او الياءة. لان احنا لما بنعمل كبشو بنوسع بنوسع هنا الحردة بتاعة الرقبة عشان ايه? احنا كده بنعمل زند. فلما بيجي يرجع لورا فبيبقى مجبوك من هنا بيغطي المنطقة الوسع اللي هنا دي. المنطقة الوسع دي بيغطيها. انما لما تكون الياءة بتبقى انفندقة كده لو هي واسعة. فانا قست النص الياءة دي او الحود نجيبه كده على بعض ونقسه. طبعا احنا عارفين زي ما قلت لكم ان الحود واسع. فاحنا اسناها تلعي ايه? اتنين وعشرين. طبعا ها هولوكوا طريقة خليكم معايا اا ان انا ازاي لما اجي فكو واجه خياتو انهي ناحية هحطه على الكروشي عشان الكروشي بتسحب شوية فانا عايزة دي اقماشة الحردة الرقبة. فخليكم معايا بعد ما فكها هشوف هتعمل انهي اللي فوق وانهي اللي تحت. دلوقتي احنا هنفك الزند وزا ما انتم شايفين كده هي معمول بطريقة التكفيف. يعني بنعمل اا راق والتاني بنقلبه عليه بحيس ان هي ما يتبنش فيها الخياطة خالص. زي ما انتم شايفين كده. انتم بقى عليها كده. اهو رجعنا تاني اهو. ادي فكناها. بصوا هي متركبة في الزند مش بين ان هي كبيرة. لكن بصوا قدي ايه? كبيرة. اهي. بالزات ان هي بتتحطي كده. ما لهاش اللي هي تتعمل على بعض. لا. اهي. لان هي في هنا زند ومفيش زرار ولا اي حاجة فمتطربت من هنا بس. تمام? ان شاء الله خليكم معايا وان شاء الله هتستفيدوا من فردي ده. انا هنا بشوف الزند طول وعرض بقيس وبالمسافة دي لعتها اللي هي الاتنين وعشرين بالضبط على قد ايه? على قد حرز الرقبة. فانا هاخد هنا بالطول. هنا مش هتقدي وهنا بالطول كده يبقى بالخطوط بالطول هتقدي. تمام? انا خد اخدت اللي اتنين وعشرين سنتي وتبعا وهي فا هي مسافة خياطة من جوة. فانا دي هخليها لانا وخيط بيها. اللي اتنين وعشرين سنتي بقى انا هخليهم تلاتة وعشرين عشان من عند الحرف ناحية التانية اللي انا بعلمها. دي هتبقى فيه مسافة خياطة. طول العرض بتاع اللياءة انت زي ما انت عايزها. عايزها تمانية او تسعة او عشرة سنتي زي ما انت عايزها. انا بحدد الطول بتاع العرض بتاع اللياءة. وبعمل خط كده مستطيل. تمام? طول وعرض زي ما هو طول آآ تلاتة وعشرين في ايه? في عشرة سنتي. بحدد كده. اللون آآ الاصفر مش بعين فانا هجيب لكم لون تاني عشان تعلموا آآ تشوفوا الخطوط بتاعتي بالزبط. ادي الطول ود العرض بتاع اللياءة. اللي هو مستطيل. الجزء اللي فوق ده المتخيط هو اللي هيبقى الحرف بتاع من فوق اللياءة. تمام? اجي هنا بقى المفروض هي لو كانت اللياءة عادية. كانت بندخل تلاتة سنتي لجوة كده من على الحرف. وبنتلع لفوق كده بزاوية. عشان تديني اللياءة لو هي قطعتين. تمام? بس عشان الكشميس ده ما فهوش مرض على بعض. فانا هعمل اللياءة من غير القطعة اللي هي التلاتة سنتي. تمام? فانا دي هتبقى قطعة واحدة اللياءة. اللي اتنين هيبقى آآ مش على بعد كده لا. هيبقى جنب بعض. تمام? فهتبقى بالمنظر ده كده لو كانت هي لها لتلاتة سنتي بتوع المرد كانت تبقى بالمنظر ده الورد على بعضه. تمام? فانا هنعملها قطعة واحدة. فانا طبعا هلغي الرسمة اللي انا بقولك عليه لها تلاتة سنتي هتبقى كده هنعمل المستطيل دغر الفوق. وهناخد لبرا كده اتنين سنتي. لاني نقيسة المربع على قد بالزبط ايه? على قد الدوران. آآ فانا البوزة ديا اللي هي اتنين سنتي اللي فوق انا باعلمها دي. دي اللي هتبقى لما بتجي تنزل اللي هي هتبقى ميلة الصغيرة دي. تمام? ادي اهو. انا دلوقتي آآ باخد اتنين سنتي برضوك اللي فوق تاني. ليه بقى? الدوران. الدوران بتاع اللي هي. اللي هي ما بتكونش مستقيمة. تمام? فانا كنت عشان كده كنت واخد عشرة سنتي بتاع العرض بتاع اللياءة. واخد عايزة تعمل الخطوة دي الاول او بعدين مش مشكلة. يعني بعد ما تعمل المستطيل تاخد من عطار في كده اتنين سنتي لفوق ومن اخر الاتنين سنتي تمدي الفوق البوزة اللي فوق ديا اللي هي آآ السنبوكسا دي. اللي انا بشاور عليها. دي براحتك خالص. انا عملتها بس ايه? في تاني خطوة. والجزء المفتوح اللي هو يبقى متوصل في اللياءة. ده اللي هيبقى هيتني من ورا من عند الرقبة. تمام? ادي كده اللي بشرح لكو تاني. مستطيل. وباخد اتنين سنتي من من عطار في اللي هو يبقى فيه البوزة الصغيرة بتاعت اللياءة. وامدي من عطار في فوق اتنين سنتي لبرا. تمام? وده للنص. بقى بعمله دوران كده لنص المسافة. معلش على صوت البومبو ده وانا اه 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 شارعنا في مدرسة فعشان كده بقى يعني الحمد لله. دلوقتي خلاص انا اه تعلمت. وهقص وعم خدتي مسافاتي فانا دلوقتي هقص خاصة ده اه اسيب مسافة الخياطة بس. انا كده خلصتها وما تستغربوش شكلها ان هي اه ملهاش تلاتة سنتر لطلعين من لبرا دولا. بس اه اه زي ما انا بشاولوكو كده وتبقى بالمنظر ده كده. تمام? دلوقتي احنا اه نبتدي بقى نخيطها. هنيجي نفك الخياطة اللي هي كاتبت خيطها فيها واعمل كل فردة مع التانية. ما اعملهاش اسيبهاش مقفولة واعملها خط ضغر كده. المفتوحة كلها على بعد. لا. بعمل فردتين فردتين اه عكس بعض. عكس بعد يعني اليمين يعني هي مقصومها نصين اللياءة. بعمل كل فردة مع التانية زي ما انتم شايفين كده. تمام? بفردها كده الخياطة عشان انا ملتزمة بالمسافة الخياطة اللي هي كانت فيها الاصلية. تمام? او اروح اخيطها عشان تديني لما طبق التين على بعض تديني المسافات متساوي قوي. لان هما واخدين سنتي بالزبط يعني عايسينه سنتي اللي هو الخياطة فانا برضك هلتزم وهعمله على نفس السنتي. انت جاي القماشة معاك يا سليمة كلها حتى واحدة يبقى ايه اه مش يبقى فيه الخطوة اللي انا بعملها دي. بس طبعا انا محكومة بال ان ده كان زند وبنعدي. وده هيبقى شكلها بعد ان انا ايه مخيطة بس فيه ناس آآ برزتين كده هاخدهم اللي هو اللي ايه بالحيط اللي انا فكتها اللي هي مكان الخياطة. يعني عملت الخياطة بالطول واعمل بالعرض كمان. اقفلها. كان ممكن ان انا وهي متنية كده اديها خياطة شيمة من بره زي ما هي معمولة. بس هتبقى لازم امشي الخط كله مع بعضه. اهو زي ما انتم شايفين كده. وارح اديها الشيمة ديا كمالتها. كده. ناس بلا انا اعمل ايه? اعمل اللي هو الطرفين. الطرفين دول اروح انا فك الخياطة. هي كانت متخياطة. او الخياطة اللي فيه خياطين. خياطة اللي انا بشولوك عليها دي. كانت اللي هي على الطرف بتاع الزنت ناحية الوش. كان معمول خياطة آآ اللي جوه شوية بتاعة اربعة سنتي. بتثبت يعني الزنت عشان ما يباش ايه آآ ما يباش ايه بيبقى يا بقى الخياطة الطبقتين منفصين عن بعض. انا كده بديها بمشي على الزاوية كده. بعد ما بفتح الخياطة. اللي اتنين مع بعض. بعد ما خياطتي الزاويتين لازم اقص الحتة اللي على الطرف فوق دي عشان لما اجا قلب كده زي ما انتم شايفين ما تكونش مكالكة معايا. وتوبا ايه? ثالثة. اهي اللي هي كده خلصت اجيب بقى الرقبة بتاعت الشيميز وقسمها بالنص كده. واعمل العلامة. وطبعا اللياءة مقسومة لوحدها كده بالنص بالخياطة الفي النص بقى. اجي بقى اعمل ايه? طبعا انا مخططة اللياءة على الوش. فانا هعمل ايه? هقلبها كده. اخلي الخياطة هي اللي على وش الشيميز. الخياطة مش الخياطة اللي هي التبشير هيبقى على وش ايه الشيميز. عشان دي بتتقلب لورا اللياءة. تمام? اجي بقى لازم اعمل ايه? اعمل الرقبة بتاعت الشيميز هي اللي تبقى على على الكروشي. لبص المسافة المسافة واسعة الرقبة على النص اللياءة على اللياءة الكامل. اروح انا جايباها من تحت هي على الدواسة. عشان الدواسة بتاخد القماش وتشده شوية يعني بتكشكشه شوية. بطريقة كويسة من غير ما تكون فيها اي كسر ولا حاجة. وجاء انا اشد الرقين اللي فوق بتوع اللياءة. بتبقى المسافة مزبوطة على قد اللياءة وان انا بديقها كمان شوية. عشان كده بقول لكم هي حتى لو اللياءة الحارة الرقبة واسعة. خلوكم معي ان انا هوريكم ازاي بحط ايه على ايه? عشان اديق المسافة معي. وهبص جات مزبوطة جدا. رغم ان انتم شفتوا ان اللياءة كانت واسعة شوية عن العرض الطول بتاع اللياءة. كده احنا اهو خلصنا. يعتبر قربنا نخلص الفيديو. وده هي ده بك عاملها اوفر وهتنيها شي ما كدر جوه. ايه رأيكم? ده تعدل اللي زهقان من حكت وعايز غير شكلها. كل حاجة ممكنة. بس المهم توديها عند الشخص الصح اللي يعرف يعملها لك. وتقولي له. وتقول له لو حادرتك هتعملها كويسة كانا بي مش هتعملها اقول. عشان بدلا ما تبوزي اه حكتك اه عند حد وهو في نفس الوقت برضو خسران. خسران سمعت انه هو ما بيعرفش يعملو بيجازف في اي حاجة وخلاص. تمام? كده هتنيناها. بعد ما عملته اوفر. وديها بقى الشي اكمل الشيما الخياطات الصغيرة اللي على الطرف. اه من على الطرف الفوق ومن الزاوية دي بتاعت ايه? بتاعت اللياقة. كده يعتبر احنا خلصنا الفيديو. ويا رب اكون قدرت اشرح لك اه كويس. وتبقى الكلام يماشي مع الصورة. اه تكون حاجة تقدر تستفيدوا منها. وابدل ما تكلفوا نفسكو في الغلط ده وتروحوا تودوا هنا ولا هنا. لا ده انت كمان ممكن تعملها لو واحدة عندها مبتدأ كده وعارفة في الخياطة. ممكن تعمل حاجات دي لها او لعيالها او اه لأي حد في بيتها. ايه رأيوكم? اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وادل هي اهي جميلة جدا ولا بين ان هي كانت مقلوبة ولا اي حاجة. يا دوبك الفرق ان هو الخياطة اللي وارا بس. اللي هي بينها. حتى التزامت اللي انا اعمل ايه? اسيب الحتة السودة دي اللي بينها. اللوجو بتاع الشميز. ايه رأيوكم? ده ما بتقفرش على بعض يا جماعة. وادل خياطة الشميزة من برا. بديها شكل حلو. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.